بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله أدى ستاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اشتراط الطهارة قبل اللبس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى لهدى نسع على الخفين الوضوء اشترطوا له شروط أولها أن يكون الخفان ساترين للرجلين سليمين ليس فيهما خروق ولا فتحات يظهر شيء من الرجل لا بد أن يكون ساترين والشرط الثاني ثبوتهما على الرجلي لأن يثبتهما على رجليه بحيث يمشي بهما ولا يسقطان الشرط الثالث أن يلبسهما بعد كمال الطهارة يغسل رجليه ثم يلبس الخفين أما إن لبس أحدهما قبل الآخر بمعنى أنه إذا غسل رجله أدخلها في الخف ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف فهذا لا يصح المس لأنه لم يدخلهما طاهرتين وإنما أدخل واحدة طاهرة ثم غسل الأخرى وأدخلها طاهرتين والمرتب على شيئين لا يحصل بأحدهما هذه قاعدة مرتب على شيئين لا يحصل بأحدهما وهنا رتب المس على إدخال الرجلين طاهرتين فلو أدخل واحدة طاهرة ثم قسل الأخرى وأدخلها لم لم ينطبق عليه أنه أدخلهما طاهرتين والشرط الرابع تحديد المدة للمقيم وللمسافر ولا يمسح خارج المدة المحددة شرعا كما يأتي نعم باب باب اشتراط الطهارة قبل اللبس عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع قفه فقال دعهما فإني أدخلت هما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولأبي داود دعي الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما نعم هذا واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع مغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن ينزع خفه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقسل رجله فقال دعهما أي تركهما لا تنزع هما فإني هذا التعليل فإني أدخلت هما طاهرتين أي بعد كمال الطهارة لأن إحداهما لا تطهر بطهارة الوخ يقول طاهرتين هذا الدليل على أنه يفترط أن يلبسه ماء بعد كمال الطهارة في رواية بداود أدخلت القدمين يعني تفسر قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما أي أدخلت القدمين في الخفين حالة كونهما آهرتين أي بعد كمال الطهارة وهذا واضح اشتراط أن يدخلهما بعد كمال الطهارة نعم وعن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال وذي أيضا إعانة المتوضي خدمة أهل الفضل خدمة أهل الفضل كما كان يفعل المغيرة بن شعبه خقبي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين قال نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده نعم وهذا أيضا مثل حديث الذي قبله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيمسح المتوضع على الخفين قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان أي بعد كمال الطهارة وهذا الحديث في مسند الإمام الحميدي وهو مسند مشهور وهو من مشايخ الإمام أحمد رحمهم الله نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ومسح على خفين فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان رواه أحمد وهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى الرجلين وعليهم أخفان وعليهم أخفان ولم يغسل الرجلين فلذلك استغرب أبو هريرة رضي الله عنه لأن العصر غسل الرجلين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهما استغرب هذا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخلهما طاهرتين أي بعد كمال الطهارة نعم وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابه رواه أحمد وابن خزيمة وقال الخطاب هو صحيح الإسناد نعم وهذا الحديث أيضا فيه مسائل نسألها الأولى ما يختص بهذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا ينزعوا خفافهم لأجل غسل الذجلين إذا أدخل قاهرتين إذا أدخلها في القفل قاهرتين هذا الشرط وهذا كما سبق وفيه مسألة ثانية وهي بيان ما يمسح فيه على الخفين وأنه الطهارة الصغرى أي الطهارة من الحدث الأصغر وهو ما ينقض الوضوء نواقض الوضوء المعروفة كما يأتي أما الجنابة فلا يمسح على الخفين فيها بل لا أبد من نزعهما وغسل الذجلين مع البدن ففيه دليل على أن المسألة للخفين خاص بالوضوء دون الاقتسال والمسألة الثالثة فيه مدة المسح وأنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وهذا من رحمة الله تعالى حيث وسع للمسافر أكثر من المقيم لأن المسافر أكثر مشقة من المقيم فهذا فيه التفصيل في المدة والفرق بين المسافر والمقيم فيها نعم وعن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدار قضني قال الخطابي هو صحيح الإسنان نعم وهذا كما سبق هذا كما سبق في أن المتوضي يمسح على خفيه إذا كان لبسهما على طهارة بعد كمال الطهارة لأنه جاء بالفاء التي هي للتعقيد إذا توضأ فأدخل لرجلي فهذا واضح لأنه لا بد من كمال الطهارة فلا يكفي غسل إحدى الرجلين ثم إلباس القف قبل الأخرى لا يكفي هذا بل لابد من كمال الطهارة نعم أعيد الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي الرحمن بن أبي بكرة الثقفي الرحمن بن أبي بكرة الثقفي واسمه نفيع بن الحارف سمي أبا بكرة لأنه في حصار الطايف لأنه في حصار الطايف كان مع المشركين داخل الحصن فخرج إلى المسلمين بواسطة حبل وبكرة يعني بكرة معروفة التي يخرج بها الشيء من البير فهو رضي الله عنه خرج إلى المسلمين مسلما وهاربا من الكفار بواسطة البكرة فسمي أبا بكرة نعم وعن وعن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليه وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس قفته أن يمسح عليهم لعم هذا كما سبق من الأحاديث لكن قوله رخص هذا يعطي أن المسح على القفين رخصة وأن غسل الرجلين عزيمة فالأصل غسل الرجلين وهو العزيمة وينوب عنه المسح على القفين من باب الرخصة والتسهيل على المسلمين والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وفيهما ذكرنا التصريح بأن بأن المسح على القفين اشترط له جبسهما على طهارة لأنه قال إذا تطهر فلبس هذه تعقيبية تطهر فلبس هذه تعقيبية فلا يكفي غسل وحدى الرجلين قبل غسل الأخرى وإدخالها في الخفط وفيه كما سبق تحديد مدة المسح أنها يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها للمسافر نعم باب توقيت مدة المسح نعم مرت في الأحاديث السابقة مرت في الأحاديث السابقة لكنها دخلت ضمنا دخلت ضمنا في باب اشتراط الطهارة اشتراط كمال الطهارة لمسح القفين نعم وأفردها هنا بباب خاص لأهميتها لأهميتها فالمسح على الخفين ليس مطلقا ودائما بل لا بد من تحديد مدة تقيد بها المسلم نعم باب توقيت مدة المسح قد أسلفنا فيه عن صفوانا وأبي بكرة نعم أسلفنا في الباب الذي قبل هذا كما سبقنا ورواش ريح ورواش ريح ابن هان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سلعليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليه وللمقيم يوم وليلة فواه أحمد ومسلم والنسائي وابن معجة نعم وعن وعن حزيمة سأل عائشة رضي الله عنها لأن عائشة فقيها كان الصحابة يرجعون إليها ويسألون لكن في هذه المسألة أحالت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه أعرف بها لكونه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار ويرى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أن العالم يحيل على من هو أعلم منه ولو في بعض المسائل يحيل على من هو أعلم منه لا سيما في المسائل التي يكون فيها اختصاص لبعض العلماء دون بعض لسبب من الأسباب فقالت سأل علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فأخبر علي رضي الله عنه أنه وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة لا يخرج المسي عن هذه المدة المحددة لأنه رخصة والرخصة والرخصة تتحدد ب بما وردت فيه ولا يزاد على ذلك الرخصة تكون على قدر السبب الذي من أجله رخصت ورخصت فآذى فيه كما سبق بحالة العالم إلى من هو أعلم وأخص منه بالجواب فإن عائشة رضي الله عنها أحالت إلى علي رضي الله عنه وفيه تحديد المدة وفيه مسألة ثالثة هو أن المرجع في المسائل العلمية هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرجع هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجد لأحد أن يقول برأيه دون أن يرجع إلى الدليل ويعرف السنة في ذلك نعم وعن حزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام وليليه وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحها نعم باب اختصاص المسح بظهر الخف نعم عرفنا الآن ثبوت المسح على الخفين و شروطه فهل المسح يعم جميع الخف ظاهره أعلاه وأسفله وجانبيه جانبيه مثل ما تغسل رجل كما أن الرجل تغسل كلها وكذلك الخف يمسح عليه كله فهذه المسألة يفصلها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف فالمرجع في هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بالقياس مع وجود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان يرجع إلى الفكر وإلى الرأي كان أسفل الخف الذي يباشر الأرض ويباشر تراب هولى بالمسح من أعلاه ولكن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يستعمل القياس مع وجود السنة والدين ليس بالرأي وإنما الدين بالدليل الوارد من الكتاب والسنة توقيفي لا كما يقول المفكرون الآن فكر إسلامي يقولون هذا مفكر إسلامي فكر إسلام ولا يقولون هذا عالم إسلام هو مفكر هو الدين بالتفكير أو بالفكر الدين إنما والعلم ليس بالتفكير إنما العلم ما ورد في الكتاب والسنة هذا هو العلم وهذا محل وفاق بين العلم تقريبا أنه يمسح أعلاه يمسح وأعلاه لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمسح أسفله ولا جوانبه وإن كان بعض العلم يرى هذا ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة في ذلك فلا فكرة ولا رأي في الدين لو كان الدين بالرأي لكن الدين ليس بالرأي الدين بالدليل من الكتاب والسنة والسنة تكون قولية وتكون فعلية فهذا فيه دليل على الاحتجاج بالسنة العملية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهذا فيه الاحتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مثل قوله لأن السنة إما قول أو فعل أو تقرير هذه السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير القول إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلوا كذا لا تفعلوا كذا أو الفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام بإذن الله منبلغ عن الله ما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقوله حجة وفعله حجة وتقريره إذا رأى أحدا يفعل شيئا ولم ينكر عليه ولم يمنعه هذا دليل على أنه مصيب إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك يدل على أنه مصيب هذا هو التقرير يعني الإقرار إقرار أحد من الناس على فعل فعله أو قول قاله ولم يعارضه الرسول أو ينكر عليه فتقريره صلى الله عليه وسلم سنة نعم هذا فيه رد على الملاحدة الذين يقولون إنما نحتج بالقرآن فقط ولا نحتج بالأحاديث يقولون إنما نحتج بالقرآن ويسمون بالقرآنية وبعضهم يقول نحتج بالحديث المتواتر ولا نحتج بالأحاديث الآحاد ما نحتج بأحاديث الآحاد إنما نحتج بالمتواتر فقط وكل هذا باطل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحت سواء كانت متواترة أو أحادا يجب العمل بها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم لرسول الله أسوة حسنة يعني قدوة من كان يرجو الله واليوم الآخر وأيضاً القرآن فيه مجملات فيه مجملات فسرتها السنة وبينتها القرآن أمر بإقام الصلاة أمر بإقام الصلاة ولم يبين تحديد مواقيتها ولم يبين عدد ركعاتها ولم يبين شروطها إنما أمر بها مجملة فيرجع بها إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة مفسرة للقرآن مبينة له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين مفسر للقرآن فسنته مفسرة للقرآن ومبينة له الزكاة مثلا أمر الله بالزكاة ولكن لم يبين أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ولم يبين المقادير التي تجب فيها الزكاة إنما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين شروط وجوب الزكاة إنما بيّنتها السنة النبوية فالذي يقول أنا أحتج بالقرآن هذا كذاب لم يحتج بالقرآن القرآن يقول وما أتاكم الرسول فأخذوه هذا يقول لا ما أتانا الرسول لا نأخذه لما نأخذ بالقرآن ما أتاكم الرسول فأخذوه أليس هذا بالقرآن بلا قد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة هذا يقول لا أنا ما أقتدي بالرسول أنا أأخذ بالقرآن نقول له كذبت ما أخذت بالقرآن فهذا منزع خبير يراد منه هدم الشريعة لأن الشريعة مبنية على الكتاب والسنة في إلغاء السنة إلغاء للقرآن تعطيل للقرآن ولم يفرق بين المتواتر كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ما هو حجة يعمل به بعضهم يقول لا يعمل بالآحاد في الفقه ولا يعمل بها في العقايد نقول ما في تفريق بين العقايد وبين الفقه الشريعة واحدة الشريعة واحدة فيعمل بالآحاد في العقيدة ويعمل بها في الفقه ومسائل الاجتهاد ما دامت صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب اختصاص المسح بظهر الخف عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه فواهو أبو داود والدار قطن واضح هذا أن الدين ما هو بالرأي وإنما الدين بالدليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقريره أو أمره ونهر عليه الصلاة والسلام نعم وعن المغيرة ابن شعبتة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما وقال حديث حسد وكذلك هذا الحديث عن المغيرة بن شعب مثل حديث علي رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح على جوانب الكففين أو أسفل الكففين إنما كان يمسح على ظاهرهما أعلاهما أي على أعلاهما فصيغ صفة المسر أن يضع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه يمر أصابعه إلى ساقيه وينسح غالب ظاهر الخف ظاهر غالب ظاهر الخف وبهذا يكون حصلت له الطهارة ولله الحمد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما المتواتر في المسح على الخف وهذا الحديث بيّن ما الذي يمسح من الخف نعم وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله رواه الخمسة إلا النساء وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد ابن مسلم وسألت أبا زرعه ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح نعم سأل الترمذي أبا زرعه حافظ وسأل محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأنه اختلف عن حديث علي حديث المغيرة اختلف عنه في أنه يمسح أعلى الخف وأسفله والذي في حديث علي وحديث المغيرة السابق أنه يمسح أعلاه وهما صحيحان وهذا الحديث معلول معلول بما ذكره الشيخ المجد قال معلول والحديث المعلول هو الذي فيه قادح فيه قادح خفي لا يعرفه إلا المتخصصون من علماء الحديث نعم أبواب نواقض الوضوء فصار الكلام أن تقرر أن المسيح يكون على الخف ولا يمسح على جانبه ولا على أسفله وإن كان من بعض أهل العلم من يرى أنه يمسح على جميعه على أعلاه وأسفله وجوانبه لكن هذا مخالف للسنة خالف للأحاديث وأيضاً المد جماهير أهل العلم على ما ثبت في الأحاديث أنها يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها للمسافر وهذا عليه جماهير أهل العلم ومن العلماء من يرى أنه لا تحديد للمسيح بل ما دام لابساً لهم فإنه يمسح عليهما وهذا مخالف إلى حاديث الواضحة التي حددت حددت المدة والأحاديث التي فيها أنه لا تحديد لا تعارض الأحاديث الصحيحة في التحديد ولا يعمل بها وإن كان بعض العلماء ما يقول بذلك من سبيل مالك رحمه الله وإلى غيره أنه لا تحديد ولكن الصحيح والذي تدل عليه الأدلة وعليه جمهور أهل العلم أنه يشترط التحديد لكن تبقى مسألة عرفنا المدة الآن إنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لكن متى تبدأ المدة هل هي من اللبس اللبس الخفين أو تبدأ من المسيح أو تبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس ثلاثة أقوال لأهل العلم المذهب أنها تبدأ من انتقاض الوضوء إذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه فإنه يبدأ مدة المسح ومنهم من يقول إن المسح يبدأ من أول مسحة بعد اللبس أول مسحة بعد اللبس والمسألة فيها خلاه بين هذه الأقوال الخلاثة لكن المذهب أنه يبدأ من حدث بعد اللبس لأن سبب المسح هو انتقاض الوضوء فيبدأ من السبب يبدأ من السبب ومنهم من يقول يبدأ من المسح لأن الحديث فيه يمسح المقيم يوم وليأ يمسح كذا الظاهر هو أنه يبدأ من المسح والله تعالى أعلم نعم أبواب نواقض الوضوء نواقض الوضوء جمع ناقض أي مبطلاته نواقض الوضوء مبطلات الوضوء نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل نعم أول النواقض الخارج من السبيل القبل أو الدبر من بول أو غائط أو ريح وكل خارج من السبيل فإنه ينقض الوضوء التغيير البول والغائط لو خرج مذي أو مني أو حصات مهان كل ما خرج من السبيل ينقض الوضوء مطلقة سواء كان قليلا أو كهيرا نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فقال رجل من أهل حصر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ذراط متفق عليه وفيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فهذا دليل على أن الحدث يبطل الوضوء سأل رجل من حضر موت من بلاد اليمن بلاد معروفة أبا هريرة راوي الحديث ما معنى أحدث أو ما هو الحدث ففسره بالريح التي تخرج وهذا أحد الأشياء التي تخرج من السبيل الريح نعم وفي حديثي ما يشترط أن يكون بولا أو غائطا بل الريح أيضا تنقض الوضوء نعم وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره نعم حديث صفوان بن عسال أيضا هذا فيه بيان نواقض أو الوضوء أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم من بول هذا عرفنا غائط هذا معروف النوم ينقض الوضوء أيضا بنص هذا الحديث وحديث ستأتي أن النوم ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا لا يدري الإنسان عن نفسه لم يستوفق من نفسه ولا يدري عن نفسه فإنه ينقض الوضوء لأنه مضنة الخارج لأنه مضنة هم ناقض بنفسه لكنه مضنة الناقض لأن الإنسان لا يضبط نفسه وهو نايم وقوله من نوم هذا واضح إن النوم ناقض من نواقض الوضوء إلا ما استثني مما يأتي في الأحاديث نعم وحديث وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم يعني نمسح من غائط وبول ونوم فكونه أمره من يمسحه دليل على أن هذه الأشياء تنقض تنقض الوضوء من غائط وبول ونوم فهذا في الخارج من السبيل فهذا في الخارج من السبيل إما أن يكون بولاً وإما أن يكون غائطاً أو ريح كما في الحديث الذي قبله أو نوم لأنه مضنة خروج الريح من الإنسان وهو لا يشعر لذلك وما ظنّت الشيء تنزل منزلته نعم وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين خارج النجس من غير السبيلين مثل القي القي نجس إذا تقيّى الإنسان تقل وضوه لأن القي نجس ويخرج من الماعدة ومثل الدم الكثير الذي يخرج من البدن هذا أيضا ينقض الوضوء والرعاة إلى آخره نعم باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين النجس بهذا القيض أن يكون الخارج نجسا فإن كان الخارج طائرا كالبصاق وغير ذلك فإنه لا ينقض الوضوء نعم باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين وكذلك نعم نعم من غير السبيلين عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ والقيم معروف هو الاستفراغ الاستفراغ فإذا تقيّى الإنسان واستفرغ شيئا مما في معدته عن طريق الفم فإنه ينتقض وضوءه بدن إذا لا الحديث قاء فتوضأ سواء كان تقيّؤه بسببه أو غلبه القيء بدون أن يتسبب نعم عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صدرت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في هذا الباب نعم في باب أن ألقي ينقض الوضوء نعم وعن إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه بن ماجه والدار قطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يرغونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نعم هذا الحديث فيه أن القياء ينقض الغضو وكذلك الرعاف وكذلك القلس وهو مقدمة التقيئ القلس وهو مقدمة التقيئ والمذي والمذي أيضا المذي وهو الماء الذي يخرج من الذكر أو من فرج المرأة عند تذكر الجماع أو عند المداعبة أو مشاهدة شيء يثير الشهوة يخرج منه ماء هذا يسمى المذي هذا ينقض الوضوء لكن هذا الحديث فيه غرابة وهو أنه يذهب ويتوظى ويبني على صلاته كيف ينتقض الوضوء يروح يتوظى ويبني على صلاته هذا فيه غرابة وأيضا سنده لا يخلو من مقال ولا يعتمد عليه أعد الحديث وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوظى ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه بن ماجة والدار قطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يربونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مرسلا من كلام صحابي لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وليأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم نعم يكفي شكرا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله رواه الحميدي في مسنده من هو الحميدي رحمة الله عليه وهل مسند هو مطبوع أظنه مطبوع أو بعض المطبوع لكن الحميدي معروف انتبار المحدثين وله مسند يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول بأن الصحابة رضوان الله عليهم كان أكثرهم فقراء فلا شك أن أخفافهم كان بعضها مشقوقا أو مرقوعا ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا عليها فكيف يجاب عن هذا يجاب عن هذا بأنه احتمال والاحتمال ما يبنى عليه حكم هالكلام الاحتمال يثبتون لنا أن خفاف الصحابة كانت مخرقة وكانت وكانت إذا أثبتوا هذا لا بس لكن كونه احتمال هذا ما يبنى عليه حكم والأصل السلامة الأصل في القفاف والجوارب والسلامة والسكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا لبسوا الخفين يكون هناك فتحات في أي خف البسر لأنه يتسع عند اللبس فماذا أفعل وهل يجب علي ستر ذلك هو ما فيه شيء سليم لا مجسر في فتحات له محل الخياطة محل لكن الشيء اللي يبرز شيء من الرجل يبرز شيء من الرجل يستمر هذا هو الذي فيه النظر أما إذا كان يتلاءم وينضم بعضه إلى بعض ولا يظهر شيء من الرجل فهذا لا يضر نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله من المعلوم أن المسحى على الخفين للمقيم يوم وليلة ولكن البعض يقول إنه في بعض الأحيان تكون المدة أكثر من ذلك فهل كلام هذا صحيح شيف يقول من المعلوم أن المسحى على الخفين للمقيم يوم وليلة ولكن البعض يقول إنه في بعض الأحيان تكون المدة أكثر من ذلك فهل كلامه صحيح؟ إيش هذا الكلام؟ بعض الأحيان تكون المد أكثر إذا كانت أكثر من ذلك فلا يعمل بها أنه مخالف للحديث نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا نزل الشراب مقداراً يسيراً تحت الكعب فهل يجوز لي أن أعيده إلى مكانه وأمسح عليه سواء كان نزوله عن عمد أو سهو لا إن كان هذا قبل إن كان هذا حصل قبل انتقاض الوضوء لبست على طهارة ثم انكشف بعض الرجل ثم أعدته وسترت حتى لو خلعت ولبسته ثاني ما دام لك ما بعد انتقض وضوعك ما فيه ماناً أما بعد انتقاض الوضوء وبداية مدة المسح فإذا ظهر شيء من الرجل فلا ينسح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل يشترط في الشراب أن يغطي الكعبين أم فقط يغطي باطن الرجل وظاهرها لا لا بد أن يستر جميع الرجل جميع ما يجب غسله استره ومنه الكعبان هذا ينسح نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما حكم خلع الخفين قبل انقضاء المدة ثم لبسهما بعد ذلك إذا كان مسح عليهم خلعهما في أثناء المدة يغطل المسح ولا يمسح عليهم يبدأ من جديد يلبسهما طاهرتين ويمسح عليهم من جديد نعم تقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا لبس أكثر من جورب في الرجل الواحدة فأل يمسح على الأول أم على الثاني يمسح على ما بدأ المسح عليه إذا كان بدأ على الأسفل فإنه يمسح عليه يستمر ويرفع ما فوقه وأما إذا كان لبس الأشياء قبل المسح قبل أن يبدأ المسح إنه يمسح على الأعلى منها نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله يقول السائل أنا أقوم بتعليم الناس في المسجد وغيره وخاصة العوام فيشكل عليهم مسائل المسح وخاصة في توقيت البداية والنهاية فهل أقول لهم إلبس الشراب من صلاة الفجر حتى عند النوم ثم انزعه وإذا قمت الفجر تبدأ من جديد ولا إشكال في كلامي هذا أقوم بخاصة بصلاة الفجر متى ما لبس الحائل لو الظهر لو العصر أقوم بخاصة بصلاة الفجر إذا توضى ضوءا كاملا ولبس الحائل في أي وقت يبدأ مدة المسح ولا يتقيد بالفجر وهذا واضح ما يشكل على أحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صلة القرابة التي تجمع بين مؤلف كتاب المنطقة وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما شيخ الإسلام حفيد حفيد للمجد صاحب المنطقة جده صاحب المنطقة جد شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام وعبد السلام هو المجد ابن تيمية نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يقول بعض الناس هذا لا يستدل به على ما ذكره الجمهور وهو عدم مسح أسفل الخف وذلك لأن علي لم ينفي كونه يمسح وإنما ذكر الأولوية فقط الحين يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من أعلاه دل على أن يمسحه وأعلاه ولا يمسح أسفله لا وحده ولا مع الأعلى هذا والله للكلام نعم وكونه ينكر كلام الجمهور ويجي برأي من عنده هذا عاد اختياره اختياره وأنا أقول لكم تأدبوا مع العلماء تأدبوا لا تحدثون ألفاظ أو آراء تخالف ما عليه العلماء اجتهادات منكم جديدة كما يفعل بعض التحذلقين أو بعض المدعين لطلب العلم يسعكم ما وسع من قبلكم إذا كنتم تريدون السلامة فإنه يسعكم ما وسع من كان قبلكم من الأعمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند ورود سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية فماذا يقدم وهو صحيح أنه يقدم قوله لاحتمال خصوصية الفعل نعم هو كذلك إذا تعارض القول مع الفعل فيحمل القول على التشريع للأمة والفعل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مسح أعلى الخفين ومسح أسفلهما كذلك فماذا يقال عنه يقال عنك جدت على المشروع المشح صحيح يعني كتيت بالواجر والزيادة هذه زيادة تعب عليك نعم هذه تعب عليك وتكلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة إذا لبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ ومسح على خفين وعندما أراد الصلاة نزع الخفين فهل له أن يصلي بهذه الطهارة لا إذا نزع الممسوح بطلت الطهارة إذا نزع الممسوح بطلت الطهارة إنما يصلي به إذا كان الممسوح عليه باقيا في داخل المدة نعم يقول وهل صحيح أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى صحة هذا الفعل قياسا على من توضأ ثم حلق رأسه نعم هذا في كلام الشيخ تقي الدين لكن كما ذكرنا لكم كما ذكرنا لكم هذا اجتهاد منه أو اختيار منه رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اقتصر على مسحي أسفل القفر فهل يجزئه ذلك لا هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة وعكس السنة هل يجزئه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار فقال قال الحافظ في التلخيص لما ذكر حديث علي عليه السلام هل يجوز أن يقال عن علي عليه السلام بعد ذكر الصحابي الشوكاني رحمه الله نشأ في بيئة فيها شيعة وهو مزيدية وكانوا يعبرون بهذا التعبير ما هو يجاريهم تألفا لهم ولا يخصص أحد من الصحابة بقول عليه السلام ما يخصص أحد بذلك إنما هذا عند الشيعة هم اللي يخصون علي بقولهم عليه السلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للجبيرة بالنسبة للجبيرة نعم إذا يقول جبرت يده أو رجله فهل يشترط أن تكون على طهارة لا الجبيرة لا يشترط أن يلبسها أو يضعها على طهارة هل خاص بالخفين والعمامة أما الجبيرة أولا ليس لها توقيت إنما يمسح عليها بقدر ما هي باقية يحتاج إليها ولو طالت وثانيا لا يشترط أن يلبسها على طهارة لأن هذا شيء لم يرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا انتهت مدة المسح وأنا على طهارة فهل يلزمني نزع الخفين والوضوء وغسل الرجلين نعم نعم ينتهي المسح بانتهاء المدة ينتهي المسح بانتهاء المدة ويكون الواجب غسل العضو الذي عليه الخف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الراجح الذي يرجحه فضيلتكم في بداية مدة المسح أنا لست أهلا للترجيح لكن أذكر لكم الأقوال أذكر لكم الأقوال والذي عليه المذهب والمعروف أنه يبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس نعم بعد اللبس على طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رأيت أحد طلبة العن يتوضى فلما جاء إلى المسح مسح على أعلى شرابه الذي ظهر من الجزمة أي على الساقين فهل فعله صحيح؟ هيش؟ يقول رأيت أحد طلبة العن توضى فلما جاء إلى المسح على الخف مسح على أعلى الشراب الذي ظهر من الجزمة بمعنى أنه مسح على الساقين فهل فعله صحيح؟ لا هو صحيح ليس صحيحا المسح على الخفين من الأصادع أصادع الرجلين إلى الساق هذا محل المسح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التبرع بالدم ناقض للوضوء وكذلك تحليل الدم نعم تبرع بالدم ناقض للوضوء لأن الدم الذي يوخذ للتبرع كثير دم كثير فينقض الوضوء أما إذا كان الدم يسيرا إنه لا ينقض الوضوء نعم كذلك يقول حفظك الله وتحليل الدم هل هو ناقض؟ نعم تحليل شيء يسير ما ينقض لكن الكهين هو اللي ينقض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينقض عند بعض العلماء وعند البعض الآخر لا ينقض ولو كان كثيرا الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما سئل ما الحدث قال فساء أو ضراط مع أن كليهما ريح فلماذا فرق بينهما رضي الله عنه الناس يعرفون هذا لأجل أن الناس حالهم على شيء يعرفونه وأنه لا يختص بنوع كل ما خرج من السبيل فإنه ناقض سواء كان كذا أو كذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالرعاف الرعاف ما يخرج النزيف الذي يخرج من الأنف النزيف الذي يخرج من الأنف هذا هو الرعاف نعم وهو نوع مرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا مسح على الخف الأيمن ثم بعد ذلك مسح على الخف الأيسر بالمعنى أنه لم يمسحهما معا فهل عليه شيء؟ لا ما في مانع إن مسحهما معا فلا باس وإن مسح الأيمن ثم مسح الأيسر فلا باس نعم 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 يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحيانا في المسجد والعلماء يقولون كيفما مسح أجزاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحيانا في المسجد يجلس بجانبي شخص فينام لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة فهل ينتقض وضوءه بذلك وهل آمره بالوضوء؟ إن كان مطجعا أو متكئا ينتقض وضوءه مع كثرة النوم أما إن كان جالسا ومعتمدا على نفسه فلا ينتقض وضوءه لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس ويقومون ويصلون ولا يتوضعون هذا سيأتي في الباب إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا إن شاء الله سوف أحج عن غيري فهل عند الإحرام؟ أقول لبيك حجا عن فلان وهل عند دعائي أثناء المناسف؟ أخصه بالدعاء؟ المقصود الني أن تنوي عند الإحرام أنك نائب عن هلان وإذا تلفظت وقلت لبيك عن هلان فلا بأس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي مات قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الشاهد منه أنه سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة ولم ينكر عليه هل إذا ذكره في التلبية في أول ما يعقد الإحرام؟ لا 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 بس لأجل يذكر نفسه بذلك وأما الدعاء فمشترك لك وله الدعاء زايد على المناسك هو الذي له المناسك وأما الدعاء فهو زايد على المناسك فلو لم تدعو له صح هجك عنه؟ نعم وإذا دعوت له شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الأفضل عند لبس رداء الإحرام؟ ما الأفضل عند إرادة لبس رداء الإحرام؟ لمن سافر بالطائرة هل هو قبل ركوبه أو بعد ركوبه؟ ما الأفضل شرعاء؟ خلينا الوضو والتيمم والمس ورحنا للحج هذا ما بعد وصلناه لكن ما يخالف نجاوبكم عليه من باب التبرع نعم يقول حبيظك الله ما الأفضل عند لبس رداء الإحرام؟ من سافر بالطائرة هل الأفضل أن يلبسه قبل ركوبه أو بعد ركوبه؟ اللبس موسع تلبسه متى شئت ولو بالرياض ولو بالمطار ما يخالف الجبس أمر موسع إنما النية نية الدخول في النسوك هذه ما تكون إلا عند الميقات نعم ولا يلبسوا احتسلوا وتهيى للأحرام بأي مكان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أراد نسوك التمتع فهل يكتفي بقول لبيك اللهم عمره؟ متمتعا بها إلى الحج ما قلنا القول ما يشترط العمدة على النية نية القلب والقول لو ما قلت شيء يكفي النية بالقلب لكن الأحسن أن تقول لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أحرمت من ميقات أهل المدينة وذهبت إلى مكة وما قدرت أن أصل أحرمت من ميقات أهل المدينة وذهبت إلى مكة ناويا للعمرة وما قدرت أن أصل لأن رجلي صار فيها ألم فذهبت إلى جدة وفكيت الإحرام فماذا علي علما لأنه قد صار هناك جماع هل ما تدو ويتمشي وتجامع شلون هذا المهم أن أنك أخطيت في بفك الإحرام أنت محرم ولو رحت إلى جدة ولو رحت لما لو رحت إلى أمريكا أنت محرم الإحرام لازم لك عقدت الإحرام خلاص ما أتفكر إلا ما أدي المناسب والجماع أفسد عليك العمرة لكن تمضيها تمضي فيها وتكملها ثم تعود إلى الميقات وتحرم لعمرة جديدة قضى للفاسدة تؤديها أيضا ثم تذبح فدية عن الجماع نعم يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قلب النسك في الحج من التمتع إلى الإفراد أو بالعكس خاص هل يجوز قلب نسك الحج من التمتع إلى الإفراد أو بالعكس وخاصة عند الحاجة إلى ذلك لا ما يقلب التمتع إلى إفراد يقلبه إلى قران نعم لا بس يقلبه من تمتع إلى قران لا بس خصوصا إذا ضاق عليه الوقت ولا يتمكن من أداء العمرة قبل الحج يحرم بالحج يدخله على العمرة سير قارن كما فعلت عارف رضي الله عنه في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنه تحلل من العمرة ويجعلها إفرادا فلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الطواف والسعي راكبا على العربية لمن كان قادرا على القيام وهل صحيح ما حكمه ما حكم الطواف والسعي وهو راكب على العربية لمن كان قادرا على القيام على المشي يعني نعم على المشي ما في بس الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا راحلة في الطواف والسعي وهو قادر على المشي عليه الصلاة والسلام ليبين السعه والرخصة للناس نعم يقول حفظك الله وهل صحيح أن السنة هي الطواف والسعي راكبا؟ لا ما هو شيء لكن مباح مباح أنك تركب ولا المشي أفضل ما هي شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قدمت من جنوب المملكة وأحرمت من يلملم واعتمرت في شوال وأنا الآن موجود في الرياض وأريد الحج فهل عمرة في شوال أكون بها متمتعا؟ أم لابد من عمرة أخرى؟ ما دمت لم ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج فأنت متمتع ما دمت لم ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج فأنت متمتع يأضع إلى غيره لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفاصل الذي يعد شرعاً قاطعاً للتتابع في الطواف والسعي؟ فاصل الطويل والذي يحدث معه انتقال رضو في الطواف أو نوم يعني يقطع يقطع الموالات ويبطل الأشواط الأولى إذا انتقال رضوك بطلة الأشواط الأولى فلا بد أن تتوبى وتبدى من جديد أما الفاصل اليسير وانت باق على طهرتك مثل صلاة الجماعة مثل تعبت وجلست تلين تسترد قوة ثم واصلت هذا لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قمت من النوم وأنا قد أصابني رعاف وسقط نقط صغيرة من الدم على قميصي فنسيت وصليت في هذا القميص باقي اليوم ولم أغيره فما الحكم في صلاة والأعيدها ما دام من إكناسي فالصلاة صحيحة إن شاء الله عهي لأمة الخطى والنسيان لكن تغسله تغسل الدم لا تخليه استمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أحيانا أصاب بالفتور فأؤخر راتبة المغرب البعدية إلى بعد صلاة العشاء فما حكم ذلك يهوت وقتها راتبة المغرب يهوت وقتها إذا دخل وقت العشاء فات وقتها سنة فات محلها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا أريد أن أشتري سيارة فعرض علي أحد أقاربي أن يشتري هو السيارة ثم يقصطها علي فما حكم مثل هذا العمل هذا لا يجوز إلا إذا كان يملك السيارة يملك السيارة